بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب الصف الخامس نكمل درسنا لهذا اليوم التلوث داخل المنزل الجزء الرابع نبدأ بسم الله المرحلة الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني مادتنا مادة الجميلة مادة المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لهذا اليوم وحدة بيئة التلوث داخل المنزل الجزء الرابع معكم المعلمة ويام عبد الرحمن أبو النجا نبدأ وحدة بيئتي تعرفنا في هذه الوحدة على تلوث الهواء وتلوث الماء والتلوث بالحشرات أخيراً التلوث الضوضائي نتعرف على أهداف الوحدة ككل يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة أولاً أن يستنتج ملوثات الهواء في المنزل ثانياً أن يقتلح حلولاً لمشكلات تلوث المياه في المنزل ثالثاً أن يناقش أخطار النفايات بوصفها مسبباً للتلوث بالحشرات رابعاً أن يلخص أضرار الضوضاء بصفة عامة أخيراً أن يوضح خطورة ملوثات المنزل على صحة الإنسان نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم يلخص أضرار الضوضاء بصفة عامة اثنان يبين طرق الوقاية من التلوث الضوضائي ثلاثاً يناقش مفهوم الضوضاء رابعاً يستنتج الطرق الفعالة لتخفيف أصوات الأجهزة الكهربائية خامساً يبحث عن الآية القرآنية الدالة عن النهي عن الأصوات المرتفعة ننتقل تعرفنا في التلوث داخل المنزل على بعض المفاهيم الرئيسية تعرفنا على مفهوم التلوث ماذا نعني بالتلوث يا خامس؟ ماذا نعني بالتلوث؟ بارك الله فيكم مبدعين إدخال الملوثات في البيئة وتسبب تغيراً سلبياً أيضاً تعرفنا على مفهوم المبيد ماذا نعني بالمبيد؟ ماذا نعني بالمبيد؟ بارك الله فيكم مواد كيميائية تستخدم للقضاء على الحشرات سوف نتعرف على مفهوم جديد وهو الظوظاء ماذا نعني بالضوظاء؟ ماذا نعني بالضوظاء؟ بارك الله فيكم الظوظاء هو ارتفاع الصوت وتداخله مع أصوات أخرى مرة أخرى هو ارتفاع الصوت وتداخله مع أصوات أخرى درسنا لهذا اليوم عن التلوث الظوظائي تعرفنا على كلمة التلوث الظوظائي معناها هو ارتفاع الأصوات وتداخلها مع أصوات أخرى ننتقل الآن نسمع سويا قد تصدر ممارسات خاطئة من قبل بعض الأفراد تتسبب في حدوث التلوث البيئي وخاصة في المنزل ولكي نتعرف عليها لنتجنبها ونشارك في القضاء عليها علينا أن نستمع إلى الحوار الآتي الأب الكل يشكو منك يا سامي لأنك تحدث تلوثا ضوظائيا سامي أنا كيف ذلك الأب لأنك ترفع صوت المذياء والتلفاز فتؤذي بذلك من حولك ولأنك تطلق باستمرار المفرقعات الألعاب النارية التي تصدر الأصوات المزعجة في المناسبات ولأنك تصدر أصوات مزعجة من الأجهزة التي تستخدمها في المنزل الألعاب الإلكترونية والتي تعمل باستمرار وفي أوقات غير مناسبة الأب ألا تعلم أن الضوظاء تأثيرا سلبيا على الإنسان وصحته حيث قد تؤدي إلى الإصابة بالقلق والتوتر والارتباك والعجز عن التفكير وإلى ازدياد نبضات القلب وضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وإلى إثارة القرحة وارتفاع السكر وإلى فقدان السمع سامي ما كنت أعلم أن إزعاجي قد يسبب لمن حول المشكلات السابقة ولهذا أعدك يا أبي أن أعدل سلوكي إلى الأفضل ننتقل الآن إلى صفحة 45 نشاط رقم 6 هناك مصادر طبيعية للضوظاء هناك مصادر طبيعية للضوظاء نذكر بعض هذه المصادر ما هي هذه المصادر؟ مثل بارك الله فيكم مبدعين مثل الانفجارات البركانية الرعد والأعاصير وأمواج البحر العالية نكتبها سويا صفحة 45 نشاط رقم 6 نأخذ دقيقة للكتابة اشتركوا في القناة ننتقل صفحة 45 نشاط رقم 7 حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث واجب ديني ووطني على كل فرد من أفراد المجتمع ناقش مع زملائك في المجموعة الحلول الممكنة للحد من التلوث الضوظائي واقترح الطرائق والأساليب المناسبة لتخفيف آثاره السلبية على المشتبع الآن نتناقش سويا في هذا الحل ما هي الإجابة الصحيحة؟ أريد الاستماع إلى الإجابات؟ بارك الله فيكم مبدعين وضع القوانين للحد من التلوث الضوظائي بناء المساكن خارج المناطق الصناعية وضع عوازل في المنزل أيضاً وبالنسبة لأفراد خفض صوت الأجهزة وإغلاقها عند عدم استخدامها ندون الإجابة بالكتاب نأخذ دقيقتان للكتابة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننتقل الى نشاط رقم ثمانية صفحة خمسة واربعون نقرأ سويا من خلال مشاهدتك للأجهزة الكهربائية الضرورية الموجودة في المنزل وهي في وضع التشغيل اقترح طرائق فعالة للتخفيف من أصواتها القوية المزعجة نستنتج سويا أو نقوم ما هي الطرق الفعالة لتخفيف هذه الأصوات والحد من التلوث الضوضائي أريد الاستماع إلى بعض الإجابات بارك الله فيكم إغلاقها أو تخفيف صوتها بارك الله فيكم أبدعته الإجابة هي إغلاق الأجهزة بعد الانتهاء منها ثانياً تشغيل الأجهزة في أوقات مناسبة أيضاً إغلاق باب المطبخ عند استخدام أجهزة ذات صوت عالي لكي أقلل من التلوث الضوضائي بالمنزل نأخذ دقيقة للكتابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتهينا من الكتابة بارك الله فيكم ننتقل أيضاً إلى صفحة 46 نشاط رقم 9 نهى القرآن الكريم عن الأصوات المرتفعة ابحث عن الآية الدالة على ذلك واكتبها نشاهد سوياً في سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشك واغذض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نأخذ دقيقة للكتابة اشتركوا في القناة انتهينا من الكتابة بارك الله فيكم مبتعين ننتقل الآن بيّنت التجارب التي أجريت على طلبة المدارس الذين يتعرضون للضجيج شديد في حياتهم انخفاض في سمعهم لصوت المعلم ويظهر عليهم التحب بوضوح من خلال شعورهم بطول وقت الدراسة ننتقل إلى صفحة 46 نشاط رقم 10 صنف الكلمات الآتية إلى ملوثات وأشياء يمكن أن تتلوث هنا لدينا بعض الكلمات هل هي ملوثات نصنفها هل هي ملوثات أم أشياء تتلوث نشاهد الكلمات هواء ضجيج مبيد حشري مياه دخان تربة ما هي الملوثات؟ بارك الله فيكم أولها ضجيج ثانيها مبيد حشري أخيرا الدخان أشياء التي تتلوث هي الهواء مياه وتربة مرة أخرى الإجابة الملوثات ضجيج مبيد حشري أيضا الدخان أشياء يمكن أن تتلوث الهواء مياه والتربة ننتقل صفحة 47 ضع خط تحت الأسباب وخطين تحت النتائج في كل جملة من الجمل الآتية هنا نضع خط على الأسباب وخطين تحت النتيجة نأتي الآن ارتفاع صوت التلفاز يؤدي إلى الظوضاء وفقدان السم هنا السبب ما هو بارك الله فيكم ارتفاع صوت التلفاز النتيجة المترتبة يؤدي بارك الله فيكم إلى الظوضاء وفقدان السم نضع خطين نأتي للجملة الثانية عملية التدوير تقلل من تلوث البيئة ما هو السبب عملية التدوير النتيجة بارك الله فيكم مبدعين تقلل من تلوث البيئة رش الحقول بالمبيدات الحشرية يؤدي إلى تلوث المحاصيل الزراعية نأتي الآن إلى السبب بارك الله فيكم رش الحقول بالمبيدات الحشرية ما هي النتيجة المترتبة بارك الله فيكم تؤدي إلى تلوث المحاصيل الزراعية رابعا الالتزام بالهدوء وعدم إحداث الظوضاء من آداب الشريعة نحو الجار ما هو السبب بارك الله فيكم الالتزام بالهدوء النتيجة بارك الله فيكم عدم إحداث الزوضاء من آداب الشريعة نحو الجار نقوم بالحل سويا نأخذ دقيقة للكتابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بارك الله فيكم تلوث بالحشرات استخدام المرفرقعات والألعاب النارية بارك الله فيكم التلوث الضوضائي جيم حفر خزانات مياه الصرف الصحي بجوار خزانات مياه الشرب بارك الله فيكم التلوث تلوث الماء مرة أخرى مخلفات الحيوانات الداجنة التي تربى في المنزل تلوث بالحشرات استخدام المفرقعات والألعاب النارية تلوث ضوضائي أخيرا حفر خزانات مياه الصرف الصحي بجوار خزانات مياه الشرب تلوث الماء ننتقل إلى صفحة 49 سؤال رقم 4 اقرأ الأسئلة ثم اكتب إجابتها بعد ترتيب أحرفها المباثرة ودونها ما اسم التلوث الذي يلحق الضرر بالجهاز العصبي؟ لدينا هنا الحروف نستنتج سويا ما هي؟ بارك الله فيكم الكلمة ضوضائي ندونها سويا الفقر الأولى ما اسم التلوث الذي يلحق الضرر بالجهاز العصبي؟ بارك الله فيكم ضوضائي ثانيا من أي الملوثات يصنف خروج الدخان من مدفأة الحطب؟ نشاهد الحروف نرتبها بارك الله فيكم تلوث الهواء مرة أخرى من أي الملوثات يصنف خروج الدخان من مدفأة الحطب؟ هو تلوث الهواء ندونها ننتقل إلى فقر ثلاثة من أين نحصل على الماء النظيف الذي يصل إلى منازلنا؟ من أين نحصل على الماء النظيف الذي يصل إلى منازلنا؟ نرتب الحروف بارك الله فيكم ندون من البحر ندون إجابة رقم ثلاثة من البحر رابعا من أشد الملوثات خطورة على مياه الخزانات نرتب الحروف تسرب بارك الله فيكم تسرب الصرف الصحي ندونها ننتقل ما أكثر الأماكن التي تنتشر فيها أمراض الجهاز التنفسي؟ ندونها بارك الله فيكم المزدحمة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها أمراض الجهاز التنفسي؟ المزدحمة سادسا ما سبب تكاثر الحشرات في المنزل؟ نرتب الحروف سويا الإجابة بارك الله فيكم النفايات مبدعين تعلمنا في درسنا في وحدتنا وحدة بيئتي عن تعريف التلوث ما هو التلوث؟ ما هو التلوث يا خامس؟ بارك الله فيكم إدخال الملوثات في البيئة وتسبب تغيرا سلبيا أيضا تعرفنا على ملوثات داخل المنزل ملوثات الهواء داخل المنزل مثل بارك الله فيكم أولها التدخين ثانيا تطاير الغبار وعدم الاهتمام بنظافة المنزل ثالثا بارك الله فيكم النباتات الطبيعية داخل غرفة النوم ليلا مبدعين أيضا تعرفنا على طرق لحماية منزلنا من التلوث ما هي طرق حماية منزلنا من تلوث الهواء؟ أولها بارك الله فيكم فتح النوافذ للتهوية ثانيا مبدعين تنظيف المنزل باستمرار ثالثا استخدام أرضية صلبة بدلا من السجاد فارك الله فيكم أيضا تعرفنا على جهود المملكة العربية السعودية للحد من التلوث الهواء في موسم الحج أيضا تعلمنا على أسباب تلوث الماء ومصادره داخل المنزل تعلمنا أولا صداء الأنابيب ورداءتها ثانيا تسرب مياه الصرف الصحي إلى خزانات المياه ثالثا انخفاض مستوى الخزان المنزلي عن مستوى الأرض وهو ما يسمح بدخول المواد الملوثة له رابعا عدم إحكام غلق خزان الماء العلوي أو السفلي وتعرضه للحشرات والغبار خامسا إهمال نظافة خزانات المياه وتركها لعدد أحوام دون صيانة أيضا تعرفنا على أضرار تلوث المياه وهي تسوس الأسنان تبقع الأسنان بسبب زيادة الفلور والكوليرا والنزلات المعوية أيضا الدوزنتاريا وشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي والنزلات الشعبية عند الأطفال أيضا تعرفنا على أسباب التلوث بالحشرات ترك الأغذية مكشوفة ومعرضة للحشرات ترك النفايات وعدم التخلص منها وأهمال نظافة جميع أنحاء المنزل وتربية الدواج في المنزل وعدم الاهتمام بنظافة أماكنها وأوعيتها أيضا تعرفنا كيفية الوقاية منها بالاهتمام بنظافة جميع أنحاء المنزل التخلص من النفايات بالصورة الصحية حفظ الأطعمة بصورة صحية وإبعادها عن الحشرات والقضاء على مخابئ الحشرات بصورة تامة وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بتواجدي معكم ألقاكم قريبا إن شاء الله اشتركوا في القناة